المستفتي لابد أن يكون لديه فهم في قضية طرح السؤال لأن الجواب سيكون على قدر السؤال ومن العلماء من لديه الأسلوب الحكيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله مع المستفتين بالزيادة للفائدة يعني مثلا هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال يعني نحمل معنى القليل من الماء نركب البحر يا رسول الله ولا نحمل معنى إلا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحلو ميتته فزاده في الجواب قالوا هذا أسلوب حكيم المستفتي لابد أن يصيغ السؤال صياغة جيد والصياغة هذه أن يسأل سؤال دقيق بمعنى أن يأتي بالمسألة واضحة ليس فيها قصور مثلا أو فيها شيخ فيه مثلا ولذلك سيحصل على الجواب على قدر ما سأل طبعا هناك بعض المفتين عنده نوع حطنة فيتنبه يعني يرى بأن السؤال فيه ترجمة نانسي قنقر